يبقى فيه حاجات تواهج الشناوي ياخد حقه لان الراجل ده ظلم بالاصابة التي لحقت به في كأس الامة الفرقية هو كان ماشي في سكت انه افضل حرس مرمى لحد ما ما اصيب ربنا اداله الاختبارات اللي اتخليه يقول الناس انا انا هو دي خضراتي مش صدفة انا مطلعش حاجة بالصدفة ده فيه كرة طلحة من تحت العرضة ضربة رأس من جوة 18 ايه ايه رد الفعل ده ايه السرعة دي يعني كان كان اداء منضبط جدا هايل من الناس اللي عجبوني جدا كمان في المطش ده بصراحة ياسر ابراهيم حمدي فتحي امام عشور كما شو انا بقولك امام ازيزل الباعي هذا متوسط الى اخر من المتوسط طيب كابتن فاروق بيشيد بالشناوي وبيعتبر واحد من افضل حراس مر بمصر في التاريخ نشوف كمان رأيي الكابتن ايمان يونس كان لديه دور كبير جدا في الوصول المباراة بالنقطة دي حتى في ضربات الجزاء الولد يعني اتعامل بشكل رائع جدا مع الضربة التانية وحتى الضربة بتاعتك لبالي كان رايح معها بشكل جيد جدا اعتقد الشناوي بصراحة بيتقال له هاردلك عمل ماتش رائع في توقتات غير عادية حتى الجن اللي دخل فينا يغيز ما يخشش فينا الفاول ما يتعملش فاول قعدنا قبل للستوديو النبه بلاش فاولات كتير حول الان الثمنتاشر بلاش الكرات السابتة اطولهم حضورهم كسفتهم غلطنا وعملناها في اول دقيقتين في المطر هاردلك لينا وتظل كلمة هاردلك حماية للمستقبل لان دايما الكرة فيها بكرة طيب شفت انت ايمان يونس بيتفى مع كابتن فاروج عفو محدش هيختلف معاه طيب خليني انا بقى كده خلاص يا جبا شفنا رؤى كتير مختلفة انت بقى شخصية انا بشواندس احنا بنتكلم لو عايز تعمل رشدة للمجلس ادارة جمال علامه الموضوع واضح وضوح الشمس لما تقول عندنا خلل في المسابقة يبقى من هنا نبدأ لان المنتخب افراز للمسابقات المحله انما احنا سايبين كل شيء للان دايما للصدفة طيب يعمل ايه على الاتحاد لابد لابد موسم استثنائي موسم استثنائي دوري يمهد انك تعمل دوري من 14 نادي مش 16 عشان تبتدي تقدر تلاقي مرة واحدة اه يعني تعمل دور استثنائي وعندي في دماغي بعدين لما اقولك يتعمل ازاي اه من غير ما تقالوا عليه السنة اللي فاتت ايوة من غير ما تزلم حاجة دور واحد وبعد كده ترتب دور واحد من 18 نادي ها ولو عايش تخليهم كمان 24 نادي يعمل 20 نادي يعمل لماذا؟ 18 الموجودين ما انا بقولك ها هتعمل هيبقى ايه تيجي بعد دور واحد هيبقى عندك 9 دول ترتب فوق ترتب تاعة وتسعة دول تسعة دول يروحوا مجموعة تحدد البطل البطل للتاسع والمجموعة التانية من التاسع والهبوط من العشر للهبوط من العشر للهبوط يهبط اربعة من دوريت عشان يبقى فيه عدالة هتوفر هتوصل بعد كده عايز تعمل ايه عايز تنزل هتنزل اربعة هيصعد لك اتنين من القسم التانية ولا تلاتة زود اربعة ما انت هتقول ايه بقى نفس الشيء يعني اربط بحيث انك انت ما تظلمش حد اذا موسم السلسناء لعلاج مشكلة المسابقة لازم لازم فيه وكم فلسفة السنة الفتح نضيعنا السنة وخلصنا على لعبتنا وخلصنا على المنتقل انا مسألش الاندية انا بدير انا عندي القدرة ان افرض ده كان فيه واحد يا راجل بيفرض على على الكرة المصرية كلها خراراته وكان بتمشي انت اعمل خراراتك ومشيها لان ده صالح من غير كده اول ما تبقى 14 نادي استاذ ابراهيم هيبقى عندك فراغات تقدر تدي راحة نمرة واحد لفترة اعداد يبقى لازم اللعيبة الراحة السلبية بمعناها الاستدو سمك موسم استثنائي يقلص العدد ويرايح الناس اللي وراء بقى هتعمل اللي انا بقولك عليه ده وبعدين اي حما هيبقى عندك فراغات وقت هيبقى عندك يعني مفيش سبب للتأجيل مفيش يعني انت مش هتلعب كل التلاتياب ارجع طبيعي تلعب كل مثلا ست اياب بحيث ان انت يوم ما تتزنق في فراغ تلاقي المشكلة هتظل ايه ان انت بتعمل الجدول ما انت شعر في افريقيا والمتخب الجدول هينزل ازاي فبتبتدي تعمل التأجيلات يعني اللي فات الناس معذورة انا بقولش ان انا بلومهم او يعني ويبقى عندك سيستم علمي مش وجهة نظر يعني اما اقول ايه كل ثلاث يام مباراة ده دي وجهة نظر فين الكلام العلمي يعمل ايه كل ثلاث يام مباراة الفن فينه ها لا العلمي ها طبي الفن العلمي ها تعمل هو الجسم يستحمل الكلام ده المد تقدي ايه الناحية نفسية تتأثر ازاي العلاقة الاسرية بالناس على طول تاك 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 بتلعب بتلعب وبتسافر وبتلعب وبتسافر مش لقين وقت الولادهم ولا الاسر ده بالنسبة للمسا ايه اذا التنظيم تمام وبعدين اعمال العدالة في شؤون كرة القدم اللي خايف يروح اللي مش قادر يبطل لما يتقال السلامة المالية عايزين نمشي صح ونضاف محدش يدخلنا في دا يلمة ان احنا بقينا الزبون الاشهر على مستوى العالم للفيفا في الشكاو المقدمة قسم المصريات ليه لان كله مبني على الغلط اه كانت بتتسجل عقود غلط طبعا كانت بتتسجل عقود غلط وتيجي القضية اتحاد الكرة يطر يدافع عن الاندية يتعذف فيها حد او يظلم فيها حد عشان الاتحاد هو اللي عمل ده عشان الاتحاد مش حقول انه غلطان اه مش حقول انه سجلت غلط زي الكرة الطائرة ما بقول لك فيه ناس اللعيبة تسجلت بدون البطار هو فيه في الدنيا اتحاد كرة سجل اللعيب من غير استمرات ماضي عليها ومرة تانية من غير عقود مش ماضي عقود لمجرد انه لوجه وجهة نظر في المشكلة القائمة ما تجيش على حساب النظام يا أستاذ برايب المتسبب يعاقب ايا كان المتسبب عقود ممكن القانون ادى لك يعني انا مثلا مصطفى غربال انا متأكد انه كان جزء من السياسة في قراراته علشان شايف الجمهور ممكن يعمل مصيبة بس القانون ادى لك ايه بقى تلغي سرا ها تلغي سرا ادلغ المرائب اكتب اكتب في تقريرك بداية من دخيك اكتشفت انه لا يمكن اكمال المباراة اكمال بنزاهة مضطلط اكملها علشان حفاظا على أرواح اللاعبين والجمعير اعمل عليك وخليك صارم الحكم اللي يغلط يتحاسب بقوة مفيش حاجة اسمها لا يعلن الناس اللي بتتوقف بتبقى الناس شايفاها موقوفة طيب ما تقول أوقف تفلات لكذا مش ضروري حاجة تمس الزمة لكن خطأ طيب يعني فالتحكيم لازم يتعدل لازم يتعدل لازم يتعدل ما ينفعش الدينة تمشي كده لو حجيب الفار أجيب فار بالكاميرات ملاعبي لازم تبقى أحسن حاجة إضاءتي أحسن حاجة كاميراتي وتغطيطي أحسن حاجة ودور القسم تاني محترفين بعد نفس عدد الدور الممتاز اعمل كده وتالت محترفين ما تعمل محترفين على فاكرة إنت دوري لو عملت دوري محترفين في التالت وكده هو ده هجيب لك لعيبة فرقة رخيصة وهيبح ويصرف وإنت تشوف لعيبة كويسة جدا طلعالك وتبدأ وتبدأ عندك أنت 14 في القسم الأول 14 في القسم التالي 14 في القسم التالي عايش تزود عايش تزود شوية 16 لأن مش هيبقى عندك ضغط أفريقي ولا دول نتاح 18 وبعدين 24 علامة جميع ماشي كل النظام تحط أجيلك لأهم قرار أنت النهاردة بترأس جلسة في اتحاد وكرة وموقف كيروش قدامك بالمعطيات اللي واضحة قدامك واللي بتحامل المسؤولة دي في بلد شايفة الاستقرار ممكن يكون الرؤية دلوقتي أن إحنا اللي مش شايفين المطبخ من جوة نقول إحنا قلنا اللي عايزين أنا رأي تكلفته عالية علي صحته مش هتتحمل 4 سنين جايين إذا كنت هجدد له يعني أنت بتقول يقول 1 و ديسمبر كبير ويستنى لديسمبر ولو إني مش عايز أهدر وقت أكتر من كده لإنت تكلفته عالية لكن أجدد له 4 سنين مش هيقدر دين اللي أنا عايز هو هو شايف أنت عشان يستمر محتاج حاجات كتيرة تتغير في المنتالة بتاع الكرة في مصر أنا موافق معاه وقد يكون عنده الحق لأن إحنا بنقول كده إحنا لا ندير كما يفعل آخر يعني يعني كل التجارب اللي الناس عملت مشروع ألمانيا لما قررت تاخد كاس العالم فايس أشتغل من تحت 16 سنة وقال بعد 14 سنة حيب عندنا أخوة منتخة تلعلك بقى الجيل بتاع كولوزا مش عارف مين والكلام ده طب فايس أشتغل من خلال المدير الفني للاتحاد الألماني أنت في مصر المدير الفني المدير المصر يكون فينه هو فينه خليك الرجل ده يمشي فينه طب أنا أقول لك حاجة إذا كان عاجب كيروش أو عاجب ندماغه ما جيبه مدير الفني الاتحاد بس ألزمه بحاجة هو فينجاد حد يطالب منه حاجة ما تقول لنا أنتم طالبين إيه من فينجاد ماذا يفعل فينجاد وما هو المطلوب منه عشان أقوله إذا كان مقصر ما يجوز بيعمل دور وإحنا مش شايفين حد يقول لنا مرة يقول لنا دور الرجل المدير الفني ده بيعمل الاتحاد أسمدير فني يعني الفنية طيب يعني إذن رشدة المهندس عدلي إصلاح المسابقات لا إصلاح اللجان لجان لجان الاتحاد يمشوا على العجين ملخ بطهوش مفيش حاجة اسمها أفتح في غير موعيد للقيد أتأخر مش عارف إيه أعمل النظام السليم عشان ما اضطررش أغيره واللي يثبت عليه عمل أي مجاملة مرة واحدة يحاسم ما حادش هيغلط اللجان أخطر حاجة لجنة شؤون اللاعبين لجنة المسابقات لجنة الحكام بس باستثناء الحكام الملفات دي راح اترابطة الاندياء المحترفة بقى أنا مالي ما أنا مش بكلب هو أنا بشور لك على حد الوقت بعدين نيجي بقى سياسة المنتخبات لازم مسابقات الناشئين تخدم على متخبات الناشئين لازم تخدم عليها يعني هوكبت الجهري لما قال أنا عايز مسابقة تحت الثلاثة عشر سنة عشان المنتخب الأولومبي ما ما اترفض حربو حربو ليه قال لك مش عارف نادي ايه حيستفيد والتاني مش عارف ايه متعمل عشان نادي كذا يعني اذا كان هو عمل عشان نادي كذا يبقى مينفعش هو مينفعش طب اذا كان عملها لانه عنده وجهة نظر ما ناس قادة تتنخش فني انا أستاذ إبراهيم ايه المشكلة ان احنا عندنا يعني ليه ليه العمل في بعض الانديه اكثر انضباطا من اتحاد الكورة والمصيبة دلوقتي انك تشوف اتحادات تانية وصلها ذا الفيروس ليه من امين العقاب أساء التصرف بلاش الادب أساء التصرف أساء الادب أساء عدم استغلال الوقت هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نشوف بعض الفلسان